السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم ما هي الصورة التي تكون في مرتبة الطبيب الطبيب وهي طبيب الناس المحتاجين يعني إذا لم يكن عندك طبيب فقرأ هذه الصورة يوميا كما قلت وأقول دائما عليكم بقراءة هذه الصورة مرتين حتى ثلاث مرات في اليوم ومن الأحسن مرتين مرة في الصباح ومرة في المساء الصلاة عن نبي حتى هي تشافي من كل الأمراض أي مرض أنت تشتكي منه فهي تشافيك لأن الصلاة عن نبي باركة ورحمة فهي تشافيك والرزق أما هذه الصورة هي صورة البقرة نحن في السلسلة صورة البقرة صورة البقرة يا إخوتي عندها عديد من المزايا سنتكلم على ثلاثة الجسد البركة الجن الشيطان على الجسد يتفرق عديد من الفروع فروع المرض الروحاني الروحاني السحر والعين والحسد يعني الأسحار سواء جاتك عبر الجن أو عبر الإنس يعني أو عبر الشيطان والحسد والجن أو الأمراض الروحانية الجسد كما قلنا فروع فروع فرع مرض الروحاني والأمراض الأخرى مثل الأمراض أي مرض تشتكي منه مهما كان النوع المرض أقول لك صورة البقرة هي طبيب الفقير اتفقنا هي طبيب الفقير وهي أحسن من الطبيب بنفسه فهي تنقي الجسد من الأوساخ أي مشكل عندك الداخل في الجسد وأنت لا تعرف وربما لا تعرف عندك مشكلة في الجسد فإذا قرأت الصورة البقرة أصلح ذلك المشكلة الذي هو عندك في الجسد مهما كان نوع المشكلة تصلح جسدك والجسد الذي وجسد الناس الذين يكونون معك في ذلك المنزل لأنها هي الشاملة إلى المنزل تطرح البركة في المنزل وتتفعل فيك وفي المنزل يعني حتى الناس الذين هم معك إذا سمعوك تقرأ أو بدأت تقرأها يوميا تكرارا تكرارا فهي ستصلح جسد من يسمعها خصوصا من يسمعها عندك في الرأس أو في الرجلين أو في الظهر أو في البطن أو هناك بعض الناس يشتكون أنهم لا يرزقهم الله أبناء هذا المشكل أيضا تهوى من الأمراض ممكن أن تصلحه هناك عديد من التجارب من داومت على صورة البقرة والاستغفار وسهل الله لها في الأبناء يعني صورة البقرة هي طبيبك الروحاني وطبيبك لكل شيء أنا سأقرأها لغرض معين هذا غلط هذا هو الغلط الذي نرتكبه لا اقرأ محبة إلى كلام الله ومحبة إلى صورة البقرة باركة تشمل كل شيء هذا باب من الأبواء وهذا الباب عنده عدد من الفرع البركة في المنزل البركة في المال البركة في الزوج البركة في الزوجة البركة في الأبناء البركة في الرزق البركة في الصحة التي تكلمنا عنها من قبل البركة في الصحة أو في الجسد يعني البركة تشمل كل شيء البركة في ذلك المنزل الذي أنت فيه يعني البركة تشمل كل شيء الشياطين والجن الشيطان والجن لا يتقبلون صورة البقرة خصوصا الجن الكافر أما الجن المسلم فهو يتقبل أما الجن الكافر والشياطين لا يحملون ولا يتقبلون صورة البقرة إذا قرأت صورة البقرة في البيت أو في المنزل لا يدخله الشياطين مشاكل في الدول العربية في المنازل والمشاكل ما بين الزوج والأبناء والمشاكل العائلية والمشاكل المادية أنا أقول لك لو كان كل بيت في الدول العربية يقرأ صورة البقرة لحلت مشاكلنا اتفقنا هذا من عندي أقوله لو كان كل بيت يقرأ فيه صورة البقرة في الدولنا في الدول العربية والدول المسلمة والبيوت والمنازل يقرأ فيها صورة البقرة يوم ولا مرة واحدة لفكت كل مشاكلنا كل شيء وتمنىكم الخير وإلى اللقاء